من جانبي أكد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودزي اللواء أركان حرب طيمور موسى أبل المجد أن تشهيد المدينة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وجبة غذائية متكاملة للطلاب المدارس وذلك بأعلى معايير الجودة والسلامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة الحضور الكريم صدرت تكلفات سيادتك بتطوير نظام التغذية المدرسية الحالي من خلال إنشاء منظومة متكاملة لتقديم وجبة غذائية مثالية لطلبة المدارس بقيمة غذائية عالية فضلا عن إنتاج منتجات غذائية بجودة عالية من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بالأسواق بأسعار تنافسية لتلبيات متطلبات السوق المحلي والإقليمي فقد تم التخطيط لإنشاء مدينة صناعية غذائية لوجستية متكاملة تحت مسمى شركة سيلو فود باعتبارها إحدى روافة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي تضم ستة مصانع للأغذية يخدمها مطحن ومجموعة صوامع للقمح بالإضافة إلى سلسة مصانع للطباعة والتغليف فضلا عن قطاع للنقل والحرقة طبقا لتوجهات سيادتك ترجمة نانسي قنقر